يعني لا أنسى حادثة مع الراحل العظيم صلاح جهيد كنت بقدم هملة على مصرح الجلائق في البلد بعد ما قدمت انتهى الدرس يا غبي وقدمت علي مظهر فبقيت بمواصفات السوق يعني نجم فقلت ما يصحش أبقى نجم وما عيدش هملة اللي هي قدمتني للوسط كنت انا قدمت هملة سنة 71 فجي في 78 قلت هعمل هملة جيت فرج عليها صرح الجهين طبعا قطعا مستني الكاركاتير اللي بيعمله في الأهرام دايما فلاقيته صحيت لقيت كاتب نقطة كده اللي هو إعلان مكتوب عليه هملة شيكسبير محمد صبح وشباك تذاكر ما علوهوش حد واتنين واقفين على جنب كده الكاركاتير الجميل بتاعه ده بصين الأفيش واحد بيقولي التاني أما محمد صبحي ده فقري أوي طب ما كان سماها عفريد بابايا خلاص النقطة واضحة فكلمته قلت له بس الصلاح أنا أشكرك الرسالة وصلت فقالي أيها يا محمد أنا دخلت المستحية خفيفة بسيطة رغم ده لغة شيكسبير وكده ولغة عربية بسيطة والناس بتفهمها كويس ما تحط أبهاش بقى في الإعلان ما هو الناس تشوف كلمة شيكسبير وتشوف هملة هتتهرب قلت له يعني حضرتك عايزني زي البقال اللي كتب على شويلة على شويلة السكر ملح عشان الناس عشان النمل ما يكلوش فعايزني أنا أكتب على شوال الملح سكر عشاني وداحك وقال لي آه ليه لأ فأنت حسب اللي بتقدمه الجمهور من أول اسم العمل تاريخك مع الجمهور ما دي علاقة مع الجمهور اللي كبر في السن بيخلي أولاده يشوفوا أعمال الفنان ده اللي هو 蒐ل وثق فيه فاااااااااااااااااااااااااااااا أعتقد إن ما نخافش إن فيه جمهور كبير عريض دووقتي للاعمال المسفة سواء في الغنى أو في المصرح أو في السينما أو في تلفزيون ما نخافش ما نقلقش لإن في قدهم عشري مرات بس قاعدين في بيتهم محترمين نفسهم وعايزين يتفرجوا على الأرقة عندما يوجد البديل تنتهي كل الظواهر الغسة مش حيلقي له مكان إنما طول ما فيه غياب للبديل ودي مهمة الدولة مش بس الفنان لمهمة الدولة إنها تدعم الفن الجيد اللي بيبني إنسان مش بيهدمه